إذن هذه الحكومة زرعت الشك وزرعت الحقد وزرعت الكراهية في نفوس المغاربة إذن ما عليها إلا أن يكون حصادها وحقد الشعب لهذه الحكومة نظرا لأنها انقلبت على برنامجها الانتخابي وعلى برنامج الحكومي الذي تقدم البرلمة المغربية وصوت عليه باسم الشعب المغربي إذن الآفاق هي آفاق مظلمة نتمنى لهذه الحكومة وهي في نصف ولايتها أن تجعل من الولاية الثانية ولاية الحفاظ على التوازنات المكرو اجتماعية والمكرو التقافية عوض المكرو اقتصادية والمكرو اقتصادية كذلك على الحكومة أن تجتهد من أجل خلق أوراش كبرى لإيجاد الشغل للشباب المغربي ترجمة نانسي قنقر